نساء الخير والحب والأمل على حضرتكم مشاهدين الكرام في كل مكان بنمسى عليكم من برنامجكم المفضل ما وراء السطور الحياة كتاب سطورها الأمل الذي يعرض لنا الحقيقة والحلم الذي يحيا بنا الخيال والأمان لكن بين كل جملة من الكتاب نترك فراغة سطر ولكننا نترك فراغة سطر لا نتذكر الكلمات التي بين السطور سوف نبحث عنها ما بعد السطور والآن معنا ومعكم مصفف الشعر الطبيعي وتركيب الشعر وترميمه وعلاجه هو أصغر سنا ولكنه أكبر مقاما في برنامجنا معايا ومعكم الأستاذ بسام اسكندر إذا كنت أخبر حضرتك مشرفنا خالص في برنامجنا المهنة دي حبيتها إزاي؟ يعني ايه شرح لنا يعني ايه تركيب شعر؟ تركيب شعر ومين حبيبك في المهنة؟ ليه فضل وخير علي اللي حبيبني في المجال ده أنا بقالي فترة طويلة شغال في المجال ده أنا بحب الحاجة بحب أنجح فيها وبحب أكون مميز في شغل في عملي في كل حاجة بحب أكون مميز مجال تركيب الشعر أنا ما باعتمدش على التركيب بس أنا باعتمد على علاج وتركيب علاج بعالج الشعر بعمله خفيار وخلاج الزعية وترميم وكولاجين وبعد كده ببدأ أركبه ليه؟ كل ستة طبعا شعرها قصيرة بتختلف من ستة الأخرى نوع الشعر بيختلف نوع شعرها هي لكن أنا بستخدم شعر طبيعي هندي تمام بيتفتح جميع الألوان بيور كل واحدة تختلف عن التانية على حسب حالتها في واحدة مثلا عايز علاج أكتر في مثلا حد تاني عايز علاج تاني على حسب الحالة بدل علاج وبعالج شعرها وبعد ما بعالج شعرها بابدأ أركب لما بركب لها الشعر لما بتوقفوا قدام المراية خلاص نفسي دا تغيرت هي نسيت شعرها مش بيطول ممكن تغير لون الشعر بعد التركيب آه عادي جدا يتغير اللون عادي جدا تمام قبل والتركيب وبعد التركيب عادي جدا كل الشعر بيكون نوع واحد ولا النوع بيختلف الشعر اللي أنا بركبه آه لا كله نوع واحد كله نوع واحد آه طب تمام وفيه أطوال جميع الأطوال الأطوال لها مأسات كمان لها مأسات طب دا بيكون في سنه معين واحد عايز تركب شعر طبيعي بيكون في سنه معين ولا في أي سن ممكن يعني معاك مثلا من سن التسعتاشر عشرين والفوق بقى يعني ممكن من أقل من ستتاشر غلط لا غلط آه طب كويس جدا والله يعني ما شاء الله عليك يعني أنا أنا الأول ما جدتك يعني ما شاء الله سن صغير ومتمكن وفيه أنواع كتيرة قلتلي عليها كمان قبل ما ندخل على الهوى ما شاء الله عليك يعني فعلا يعني سن ومقام كبير وتخصص صعب جدا يعني آه قدرت يعني سفرت بلاد قبل كده بياخد مجهود آه سفرت بلاد تعلمت فيها ولا تعلمت جوا مصر آه في لبنان آه اشتغلت في لبنان واشتغلت في دبي بلد المصفات طبعا دي آه طبعا آه طب تمام آه اشتغلت في لبنان فترة طويلة مدة طويلة آه في تخصص العلاج والكفيار والتركيب وأما حاجة أما حاجة أنا بعتمد على العلاج والعلاج والتركيب أنا نفسي اللي بقوم بالمهمة دي كلها والتركيب دا بكون لي مده معينة؟ آه يعني طبعا بنركب شعر بيكون لده معينة أو بيكون مدى الحياة مستمر الشعر بيفضل مدى الحياة معاها مدى الحياة مدى الحياة آه لكن على حسب طول شعرها أنا بركب الشعر بس على حسب طول الشعر شعرها لما بيطول طبعاً لما بتركب هي بتنسى شعرها الشعر بإيه؟ بيبدأ يطول طالما هي نسيته واعتمد على الحالة النفسية فالشعر لما هي تنسى شعرها وشايفة شعرها حلوة شعرها بيطول أول ما بيطول بتيجي مثلاً 8 شهور 9 شهور لسنة بيجي نفكه ونعمل خلايا جزائية وكفيار وتنميمه كل هذا يعني هي قلت لها تقول لها فيه أنواع مختلفة يعني ستة لما تيجي هي اللي بتختار نوع ولا حضرتك اللي بتختار على حسب نوع الشعر على حسب حالتها حالتها طب فيه شعر بيحتاج علاج الأول قبل التركيب؟ أي شعر أنا عمتاً في شغلي بعمل علاج قبل التركيب نوع معين ولا علاج بروتين مثلاً ولا لا ما بشتغلش ولا بروتين ولا كريتين أنا بشتغل كفيار والكفيار ده أنا بركب عليه مواد تانية علاجية مش زي ما بيجيبه بشتغل بيه مش اللي هو مثلاً إيه خلاص أنا معي الحاجة دي مثلاً هشتغل بيها خلاص هي دي اللي هشتغل بيها لا أنا بزود حاجات تانية تعالج الشعر معي أكتر وأسرع تمام فيه لما واحدة بتركب فيه إيجابيات بتكون فيها وسلبيات ولا بتكون كلها إيجابيات؟ لا كلها إيجابيات بس السلبيات دي بتيجي من العميلة نفسها عدم اهتمام بالضبط كده عدم الاهتمام ما تهتمش بشعر بقبش بيكون فيه سلبيات إذا سمت ما بيجيبه ما يكونش فيه سلبيات طب في المنتقل معين أو حاجة معينة بتهتم بيها بعد التركيب؟ لا هي بتخسل شعرها بشاموك تهتم اه بلد ساموك نستخدم اليوم التحياء بالضبط كده لا والشعر أساساً المفروض يعني بتخسل الشعرك كل يوم لا انت بتخسل شعرك مثلاً مرتين في الأسبوع تمام أكتر من كده غلط الشعرها نفسه بيفرز مادة الشعرها دي بتتعالج منها طيب زي ما قلنا احنا الشعر مدة بقاء بيفضل على طول الشعر بيفضل دائم معيك والإيجابيات إنها لازم تهتم بشعرها إذا أهملت هيبقى طبعاً فيه سلبيات بالضبط كده وبالتغير لون الشعر من مكان المكان يعني أنت كتخصص ممكن كله بيجولك المكان اللي انت فيه ولا بتروح ممكن منازل لا بروح للمنازل كمان بتروح كمان نخص برا طب والله ده كوي عم بنا خدمة منزلية عليك لأ خبرة ومتقن كمان في مهنتك لا ما شاء الله علي برايح العمل على قد ما بنقدر والله لا ما شاء الله كمان أنا لما قعدت معاك التكلفة المادية بتاعتك أنا لما بتقول لي عليها من أقل التكلفة بالنسبة أي تركيب بأي مصفف آخر الواحد يرجع من برا عشان عم حاجة بلده تستعد الناس ربنا هيسعدك ربنا هيسعدك ربنا هيسعدك ربنا هيسعدك الاسعار بسيطة والتركيب اللي بتعمله جيد جدا يعني أنا شفت الفيديوهات لك وهنعرضها دلوقت وهنشرحها واحدة واحدة ما شاء الله يعني بتستخدم الشعر من جذوره زي ما بيقوله بيتهتم به وبتعالجه له لما بتركب الشعر الطبيعي على طول ما بتركبش قبل العلاج بتعالج الأول بعدين بتركب على طول ومادة بقى الجديد بقى المادة اللي بركب بيها دي مادة علاجية يعني يا بيته تمان بتعالج الشعر معايا طب حلو جدا بالظبط كده يعني بتعالج شعر وقت التركيب وقت التركيب طب تمام الشعر بيتطول طب ريش حميلة شعرها مش بيتطول ليه بعد ما عليكت شعرها وركبت شعر شعرها بيتطول عشان المادة أساسا علاجية يعني نسب وتناسب يعني حاجة بتكمل حاجة طب إيه النصائح اللي إったه ممكن تقولها لأي واحدة بتركيب الشعر طب بعد تركيب الشعر طب إيه النصائح اللي إتا بتنصحها أهم حاجة لي نهتمائي ulf husband اه بتركيب الشعر طب بتهتم الأول حضرتك قلت بتهتم بتعالجها وبعدين بتركيب الشعر الطبيعي لذات List وبتقول لها شوية نصائح إيه النصائح اللي إتا بتوجهها لها عشان تحافظ على شعرها مادة الحياة النصائح اللي هي تهتم بشعرها تقسله مراتين بس في الأسبوع شاقل من كده ولا أكتر من كده يعني فصل السيف تقسله مراتين فصل الشيطة ممكن مرة أهلة أهم حاجة كل يوم مثلا يعني أنا بدأ التعليمات يعني كل عميلة بدأت تعليمات كل يوم لازم تفك شعرها بصوبحة من الجدور عشان الشعر ما إيه يفضل تعيش معاه وسليم بشكله حلو أنت كمركب شعر طبيعي بالتركيم الشعر الخفيف بيتعبك أكتر ولا الشعر التقيل ولا ما فيش فرق بينهم يعني كلهم بيكون في فرق بينهم نوع الشعر خفيف أو التقيل ده الناء اللي بيتعبك أكتر والبياخد معاك وقت بشكسة تتعبني بالعكس أنا بحب شغلي بحب كمان الحاجة اللي تتعبني يعني الناء اللي بتاخد معاك فترة أكبر فترة أطول في التركيم الشعر الخفيف ولا التقيل يعني أنا فضل اللام وأعوذ بالله من كلمة أنا بس الشعر تمام تقيل بياخد مجهود والشعر الخفيف بياخد برضو مجهود وعلى حسب الحالة كل حالة وفي نفس الوقت أنا ما بطولش في الشغلي أنا في نفس الوقت سريع وفي نفس الوقت بدأ تكون مية في المية ويمكن أزل كمان مية في المية ربنا صراحة يعني ما شاء الله عليك بتعالج وكمان مصفف شعر للعرايس والسوريه آآ العرايس والسوريه آآ طب عروسة جات لك تمام ففيها عيو في شعر بياخد قبل كل حاجة بتعالج شعرها آآ بعالك شعرها بتعالج شعرها قبل أي حاجة آآ طبعا هي بتقول لي آآ أو لأ وبعالج شعرها عمل لها لون عمل لها تسريح الفورمات بتاع تلك آآ مثلا حد معاها أخواتها مع عزيم العرايس عادة عايزة عامل سوريه برضو بعمل لهم يعني بص في كل حاجة متخصص بيها ما شاء الله بص احنا دلوقتي معانا كذا فيديو ليك آآ ياريت تشرحوا للمشاهدين فيتر ماشي آآ عالشاشة وهتشرح واحد واحد للمشاهدين وشوفوا شغلك ما شاء الله عليك عارفينك متمكن في مهنتك ربنا يخليك تحت أمرك آآ أهول الفيديو يا أستاذ بسام ممكن تشرحوا إيه ده كان نعيبها أول ما جات لك وقبل وبعد ده شعرها خفيف آآ وعندها من قدام كمان خفيف خالص تمام ده علجت شعرها وبعد ما بعالجت بتدي تركب ده شعرها خفيف جدا ده كان فيه فراغات بين الشعر خفيف فراغات كتير آآ فراغات كتير بعالج الشعرية وبعمل لها كافيار وخلاجة زعية وجلسة ترميم وبعد كده بعمل لها ايه التركيب طبعا بص فيه فرق شاسع يعني علاجت الفراغات والشعر خفيف بعدين ركبتها على طول بعد العلاج آآ طبعا ايه هتحس ان الشعرها بيطول آآ ايوة تمام تمام اشرحوا بالظبط ده انا بعمل انا بركب الشعر تمام بركب خصلة صغيرة جدا أو فيه كمان فيديو تاني ده فيديو دي ده شعر سئيل ده آآ حالة صعبة آآ بص الشعر قصيرة ده ده فيه تموجات كمان في الشعر آآ آآ عالك بالأول لازم عالك فيه ناس زي كده راحت لكذا حد آآ لا لا ما بعرفش كمان ما بعرفش الشغل فيه دي عالكت الشعر يعني فرج الشعر عالكته فرجته بعدين ركبت على طول بعد العلاج آآ باعمل علاج العلاج ده منه فرد ومنه ايه علاج في نفس الوقت انا بعالك الشعر وبركب انا بعمله كبير وخلاجة زيه بركب خصلة صغيرة جدا مش بتبين خالص تمام اهي شعر ده بعد التركيب ده بعد التركيب يعني علاجته الأول من جذوره آآ ومالية الفراغات اللي فيه وبعدين عملت التركيب العاملي ده كان شعره طويل جدا امه وهو في وحد Tre'ès ايه ده بقى عالك بقى اعمالك جديد من كتر السبغة الكوفرات اللي راحتها اسبغت كذا مرة كتر السبغة بتدع في بصلات الشعر كتير سبغ تدع في بصلات الشعر شعرك بيتقطع معاك لازم أعالجه الأول لو بيتقطع معاك وانا مش عرف أركب لازم أعالجه الأول وبعد ما بعالج سبقت شعرها كمان بعد ما عالجت عشان كده عايزة تغيره اللون وبعد كده بتديت اللي أنا أركب لها بقى أركب لها يعني كل شغل التركيب التركيب ده بيبقى خصة صغيرة جدا مش بتبين يعني مش هقولك بس دي أكيد تعبتك يعني تعبتك يعني رحت لكذا واحد ومعرفش يعالجها فأنت عالجتها قعدت المدة اللي عالجتها فيها قعدت كان دي بتاخد مثلا العلاج بالتركيب العلاج قبل التركيب آه العلاج بالكفير كله ده فيهم واحد آه يعني بعالج وبعمل كفير وخلاج الزعية وتريتمة والكولاجين وبزيت الأرجان وبعد كده ببدأ أركب ولو صبغة برضه بأصبخ فنفس اليوم بخلص كل حاجة يعني بتصبخ قبل التركيب آه بأصبخ قبل التركيب يعني أنت عالجت الشعر وعملت السبغة لو لما بتركب آه لا العلاج نفسه أخذ مدة كان العلاج نفسه آه قبل التركيب التركيب ده في يوم ولا في أكتر لا هو كله في يوم واحد كله في يوم واحد آه العلاج بالتركيب العلاج بالتركيب بالسبغة بكل حاجة في يوم واحد طب تمام آه آه ما شاء الله عليك الصراحة يعني في نتيجة قبل وبعد آه طبعا بس أنت بتحس بمتعة في الشغل ده آه جدا يعني حد شجعك على المهنة دي مهنة دي صعبة مش سهلة يعني آه طبعا صعبة جدا ومتعبة وشقة كمان أوه بحب الحاجة اللي فا الفن ومش أي حد بيحبها من حببك فالron ليه فضل الخير علي أنا بحب الحاجة اللي فا فن الحاجة اللي فا فن بروح لها يعني موهبة حد شجعك لها هي كتنام من تزديعك قاصل الحاجات دي صعبة زي ما قلت هي شقة متعبة آه أنا موهبة عندي لأن الحاجة اللي فاها فن أنا أروح لها أحب الحاجة اللي فاها فنه وأحب أطلعها أحسن كمان ما أنا شفتها يعني بتشوف الحاجة وتحب تقلدها كمان لا وأحسن أحسن درجة تفرق مياه فيني من أمت من سن كم وأنت بتاديت تستخدم المهنة دي دي وأنا عنده عشر سنين عشر سنين عشر سنين يعني كنت تشوف فيديوهات ولا شفت حد من عيلتك في المهنة دي أنت أول واحد في عيلتك كلها لا وأول مصري كمان نعرض إحنا في آخر الفيديو في نوع معين ما حدش تستخدمك مصر كلها آه يعني أنت أول مصري هنختم بي دي لا ما شاء الله يعني من سن عشر سنين حبيت المهنة دي جامد وكنت تتركب شعر ولا كنت بتشوف فيديوهات وتستطلع وتقط خبرة صفرتك عندك كم سنة لبنان ودبي أنا عرفت أنك صفرت لبنان ودبي عدت كام هناك عدت سبع سنين كان عندك كم سنة؟ كان عندي 18-19 يعني بعد 18 سنة سفرت وتعليمت وجد بقى بلدك لا طبعا لا ما شاء الله الصراحة أنت شخصية ومهنة أنا أول ما شفتك قلت لازم أجيبوا معي في البرنامج لخبرتك الشديدة لأ وكمان موضوع صعب زي ما قلت وبتعرض حاجات في فيديوهات دي مش أي كوفير بيركب بلوقت أنا شفت بيركبوا شعر بيركبوا خصلات كذف فيه كوفيرات كتيرة دلوقتي كتير أنا شفتهم بس مش زيك الصراحة بس مش زي الطريقة اللي احنا بيركب بيها دلوقتي فيه كوفير يعني بتاخد الشعر من جذرها فيه حاجة دلوقتي الخصلة من جذرها هي مشهورة من زمان فيه مثلا حد بيركب اكستنشن فيه حد بيركب الدبل فيس عايزة نصحهم اللي هي الدبل فيس ده بيقطع الشعر فيه مادة اللي هو الدبل فيس اللزقة دي اللي بتلزع على بعض دي لما بتيجي تشيلها بتقطع الشعر خلاص لكن التركيب اللي أنا بيركبه ده أنا بيرش عليه مادة رموف بتاعه بتنزل الخصلة زي ما هي من غير ما تنزل شعرها من شعرك تمام العلاج متى قلت في الأول بتعالج شعر قبل فقط دلما عالقته علاج من جذره من البداية فاكن ما بيحصلش مضاعفات من ناحيتك لو حصل مضاعفات يبقى عادة باهتمام من اللي ركبت نفسها من العميل نفسه بالضبط كده آه يعني بتقول لما حد بييجي قبل التركيب فيه بدائيات بتقولها له يعني النصائح اللي بعد التركيب لازم تهتم بغسال الشعر لو في صف مرتين أو في الشيطة مرة طب قبل ما تيجي تركب النصائح المفروضة هي تعملها قبل ما تجي لها قبل ما تبتدي أصلا في العلاج أو التركيب قبل ما بتجيني مثلا هي بتكلمني وتتبعني تمام بشوف حالتها بشوف صورة شعرها وبعد ما بشوف الحالة بتاعتها لو محتاجة علاج أنا بقول لها مثلا أنت مثلا هبعتلك صورة علاج تستخدميه قبل ما تحددني معادة لناسها بحضراتك وتجي لي يعني ممكن العلاج يطاق قبل ما تجي لي يعني ممكن تطول فيه ستات بتطول بتطول في ايه؟ يعني بتديها حاجات نصائح تعملها قبل ما تيجي تركب 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 شاب ممكن تقعد مدة قد ايه؟ مثلا خمساشر يوم خمساشر يوم بس تستخدم العلاج ده في يوم عبارة متيجي يعني بتديهم علاج يستخدمون تقويت الخصوصات قبل ما تتركب قبل ما تتركب على حسب الحالة برضو يعني أصلا بتديهم علاج كمان قبل التركب يستخدمونه غير بعد التركب غير بعد التركب برضو بديهم علاج ممكن لتركب بسهولة ولا بيكون في صعوبة لا بيعالج مش صعوبة هو بيعالج شعرها أنا بديها علاج عشان تعالج شعرها حتى وهي مركبة يعني أنا بيعالجهولها من جميع النواحي يعني بيعالج قبل ما بركب وبعالج وأنا بركب وبديها علاج تمشي عليه برضو بعد ما بركب في اتصال تلفوني أيوة مين أميمة أهلا أميمة مينة زكيا مينة ألو فصل التلفون معلش لغات ما تعود الاتصال مرة أخرى إحنا قلنا دلوقتي في فترة قبل كتب هي بتاقب بديدي علاج قبل التركيب وعلاج بعد التركيب وعلاج بعد التركيب هي لما بتحس بنجاح التركيب وفرحتهم اللي بتسامع لو شو شو أنت بتحس بإيه بقون مبسوط طبعا بقون مبسوط بيفتكروك ولا بينسوك بعد كده آه طبعا لا بيفتكروني بيتصلوا بيك ويقولوا لك تمام في حد ركبت له تركيب شعر وحس بمضاعفات واتصل بيك قالك الحقني لا ما فيه يعني مثلا حصلت لها مضاعفات معينة من عدم اهتمامها هي من عدم اهتمامها الشخصي ما اتصلتش بيك مثلا وقالت لك لا ده فيه لا كان فيه عميلة كنت عندها مثلا في البيت تمام كنت لسه بعالج شعرها وبعملها الكافيور فهي مثلا وانا بعالج وبعمل الكافيور فلازم تخسط شعرها قبل ما بركب فهي مثلا بداخلها تخسط شعرها أم حبيبة أهلا أهلا زيك يا محبيبة تفضل تفضل يا فاني شعرها معصومة نصفين بتاعتم قصة والشرادي يكون خالي تقولني ما بقى تدمير حاجة مش هاد يتوار أه طب حالي تستخدمي له إيه مصدرش انت مستغلت لسهبونة نبارسي جيد الصوت بي آه طبس ولسهبونة نبارسي لو سمعت ممكن تقعودي الصوت بي آه طبس تقعودي في حتة فيها الشبكة شنسمع صوال كويس هو شعر ما بيطولش ما بيطولش آه بتستخدمي له إيه كنت بتستخدمي نوع معين من المنتجات شامبو بس بادي كده شامبو بادي آه ماشي آه تماما هو طب خلاص أكنا فهمنا سألها فهمنا سألها هي شعرها ما بيطولش أكيد إستماكنكش بتهتنبيه أو استخدمت منتج مش آه آه إيه النصائح لتوجهها لها آه عايز شعرها يطول فيه مش شعرها بيطول ده لازم علاج أصلا أنا مش هداها علاج مثلا العلاج آه تفضل أنا العلاج ده أنا بمكونات بعملها بنفسي تمام هو بعمل باستخدمها بنفسي كمان مش هي حد باستخدمها يعني أنا اللي بحط العلاج وأنا اللي بعالج الشعر يعني ممكن تشرفيني تكلميني وأنا هتابع معاك وأقولك تستعملي إيه بالزبط تمام يعني أصلا الشعر ما بيطولش بيكون عدم اهتمام أو استخدام سيء لها عدم اهتمام استخدام سيء آه ممكن الشعر ما بيطولش فيه مثلا عميلة راح تقصت شعرها في مكان الشعر ما بيطولش وممكن تروح تقصت في مكان تاني الشعر ما بيطولش على حسب ممكن الإيد اللي قصت ممكن حد يقص الشعر الشعر يوقف يعني ممكن يكون عيب مصفف الشعر نفسه أقصت بطريقة خطأ خلا الشعر ما يطولش يعني ممكن يكون هي بتستخدمه كويس بس المصفف أصلا هو خطأ منه اه ممكن فيه ناس بتتقص شعرها ما بيطولش بيوقف لازم يتقص تاني عشان يبدأ يطول يعني حتى في القصة فيه بتكون قصة معينة كمان فيه مثلا عميلة تقول لك أنا بقص شعر النفسي ده أكبر غلط ان العميلة تقص شعرها النفسها مش هتعرف تقص زي المصفف الشعر يعني المصفف كمان طبعا بتقول يعني فيه مصفف فيه أصلا بيقص غلط لدرجة ان الممكن ما بيطولش ماشي طبعا خلاص ما طولش خلال ثلاث شهور تغيره يعني المكان اللي قصت فيه شعرها لو ما طولش خلال ثلاث شهور حسد بفرق بتغير المصفف نفسه ولازم المصفف اللي شعرها بيطول على إيده لازم ما يتغيرش لازم هو اللي بيقصه كلها قد إيه قد إيه يعني الممكن الشعر عطول يا إما عدم اهتمام منها يا إما بيكون المصفف أصه بطريقة ما أخطأ بيكون فيه أصة معينة لا مش تحت شرط أصة معينة مش أصة معينة مش أصة معينة اللي بتاعف الشعر بيكون يعني أصة صحيحة بيكون فيه يعني فيه بتكون فيه نوع أصد بيكون خطأ بترجع بالسالب للسيدة نفسها بالزبط كده تمام؟ بالزبط طيب فيه تركيب بيختلف من راجل للسيد؟ يعني دلوقتي احنا شوفنا فيديوهات لستان لو جالك راجل بقى وقالك أنا عايز فيه فيه؟ فيه ده ياخد منك وقت قد إيه؟ بيكون فيه علاج الأول ولا بتركب على طول؟ لا بعمله علاج برضو بركبه فيه علاج قبل التركيب بيطول ده؟ فيه ناس عندي بركب لها برضو رجالة برضو عشان رجالة لا بيسألوا كتير عايزين بسيش أنفع ممنوع التصوير الرفض يعني تمام أوكي يعني بيكون مجد معين؟ وبعليك حالات الصلع كمان كمان؟ يعني حالات الصلع يعني فيه رجالة وستاد بعليق لهم حالات الصلع اللي في عندهم يعني الراجل برضو بعليق له حالات الصلع وبركب له بس طول شعر الراجل غير السيد يعني بطوله للآخر يعني ده بياخد معاك وقت قليل؟ وتكلفة بسيطة؟ آه غير الشعر الطويل؟ بالزبط كده آه لازم تفرق طب والله كالكوية والراجل برضو بيكون من سن 16 الشاب بيكون من سن 16 زي آه طبعا بس ما فيش شباب صغيرة برضو ايه؟ ما بيهتموش غير السنهم كبير طب لو جالك راجل كبير بقى يعني ما سن فوق الخمسين وستينه عايز نفسه عاد ما مش مقيدة بسن معايز مش محددة بسن وبرضو الست نفسها برضو لو جاتها 75 سنة برضو بيعليق لها شعرها وبركب لها يعني مش موقوف وبيغير من شكلها ونستق تماما يعني هو من 16 سنة وطالع آه آه لكن أقل من كده صعب يعني ما فيش مثلا حد عنده 16 سنة ومعندوش شعر ما فيش حد عنده 16 سنة وعنده مثلا ايه؟ شعر خفيف أو عنده فراغات كتير لأ كل البنات الصغيرة دلوقتي عندها شعر شعرات وين آه هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية مرش بيجعنا لكم مرة أخرى بعض الفاصل عايزك بس يا بسام كده دقيقة واحدة تعرض المنتج اللي قدامك دقيقة واحدة بس قبل ما نينهي البرنامج ده منتج لسه ما فيش حد يعرفه في مصر ولا حد يسمع عنه ولا أي حاجة ده منتج تركيب فيه كذا تريع للتركيب ده أحدث حاجة لسه وصلولي لسه محدش يعرف عنها حاجة ولا استخدامها ولا شفاء ما شاء الله احنا كده عرفنا أعزائي المتحدين نفذ عن النوع المنتج الجديد عند بسام عايزين تتواصلوا حلقات تانية نتواصل وعايزين تعرفوا أي معلومة أرقام تلفونات مصر بسام مكتوبة على الشاشة أعزائي المشاهدين على الحب نلتقي بكم ومن الحب نودعكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة